مشاريع متوقفة طرقات تلعظم فيها التهيئة هي المعاناة التي وقفنا عليها فعند جولتنا في أحياء بلدية برج الكيفان بالعاصمة وجدنا الطرقات على هذه الحالة جاء المقاول بدأ يخدم وبدأ يخدم ثلث شهور ثلث شهور هذا كحبس قال لك ما كاش دراهم على حسب المعلومة اللي عندنا قال لك بلي ما خلصونيش من 2017 وحنا نشكر رحنا للبلدية رحنا للوالي كاريتا خطيك كاريتا ضوكاك يتشوفين خدموها عند العفايس كده نخدموها مغرب الطراب كده بوش نمشو برك وفشتا كاريتا كاريتا يعني يمشي عبي يمسكين ميس لك ليمشي بطنوبيل ميس لك كارسنا دايمن امبان دايمن سيسبنسيون أو دي سيسبنسيون نتيب كروستك تدخلي هنا مدخليش اوتوماتيك مو مكان الكليون الكليون عندي بالك عام أنا رحلنا أولادنا أنا رحلت أولادي هنا بزاف اللي رحلوا أولادهم على جل طريق هذه ما كاش دراني هنا كم جيتوا في حياة أو حال صاحي بسعكون جو في الشتاق أمبوسيمتما ما تدخلوش أنا أولاديهم رحلتما على جل طريق جاء الشعبي هنا يا لباس به جاب تراكس وجاب الكاسي هنا هو اللي خدمة بعد رصدنا للمشاريع المتوقفة وحدة الطرقات المهترئة توجهنا للبلدية لمعرفة الأسباب بحي علي عمران قد تم إنجاز جزء كبير منه ويبقى فقط عملية تسفيت حيث توقف المشروع لأسباب مالية أما بالنسبة لحي سي سماعين هو مشروع مسجل على عاتق الولاية حيث أنجز منه جزء كبير جدا وتوقف بعض الطرقات فيه راجع إلى مشكل قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب حيث أخذت البلدية على عاتقها إنجاز هذا الأشغال أما بالنسبة لحي قيدي فالمشروع من محور دوران أي المدخل الرئيسي إلى حي سي سماعين هو مشروع مسجل على عاتق الولاية وهو الآن في طور إجراءات الصفقات العمومية اختلفت الأحياء في هذه البلدية لكن المشكل واحد توقف مشاريع الإنجاز وتهيئة الطرقات التي تبقى حبيسة للأسباب المالية ومشاكل قنوة المياه